السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ سنة التانية باكالورية مقبلين على امتحان باكالورية 2024 هذا الفيديو رقم خمسة اليوم سوف نمر إلى درس جديد مع قناة انجليش ويتساير مرحبا بكم في الاجتماعي الخامس من سيسارة التحضيرات هي تحضيرات الامتحان باكالورية الإنجليزية مع الأستاذ أحمد صيار خلال رمضان 2024 كما وعدناكم سوف نستطيع الاجتماعي الخامس من سيسارة التحضيرات لتحضيرات الاجتماعي الخامس من سيسارة التحضيرات مقالرة 24-2024 لديكم مقاعد تعديل فيه وهذه هما الدروس اللي كانين الحد الآن اللي شفنا وراجعنا وشفنا ما بعدنا كذلك شفنا باسيب بويس كذلك شفنا موضل كذلك شفنا report speech واليومالي شفوا relative pronouns نحاول ما أمكان نكبريه هذه الرمضان هذه الدروس كمين بش إن شاء الله تكونوا مجدين المتحان لغار رخولكم وأن they say تحاولوا ما أمكان أنكم بارتجيو هذا الفيديو وإن شاء الله إلى ما فهمت أشتك ساعة حاولوا تتصلوا بيها بساعة بالواتساب وأدي ونزيد نشرحكم إذن كما كان أعودكم على أن أول حاجة لكم تابعة هي دائما امتيحان بكالوريا نموذج دي الأسئلة دي امتيحان بكالوريا فين اندبق قابس املأ الفراغ بالكلمات المناسبة من اللائحة شنو اللائحة اللي اعطاعتنا إذن الجواب اللي غادي نعمل نفس الأسئلة لاحظوا نفس الأسئلة كي أعطوكم لائحة في هالكلمات وكي أعطوكم عملهم إذن كيف يشغل نجاوبينها إما أنني نكتب الجواب في ديك الفراغ وإما أنني ندور عليه نعطي ندور عليه أو نكتبه ولكن نقدر نكتب وندور في نفس الوقت ممكن ولكن مش نكتب جواب وندور على جواب واحد آخر لا أنا غيمشي لك كل شيء غلط إذن إذا كنت غادي ندور ونكتب سيكون نفس الجواب ردوا البل هذه المسألة هذه إذن كذلك كما تشوفون نفس الأسئلة طريقة نفس طريقة اللي كتب تكون تبتيحة المكالورية من خصوص هذا الدرس هذا كي أعطوكم جمال وكي أعطوكم قولكم أنه فيهم إما هم وير هو أكستر نحن نشرح هذا شيء كامل إن شاء الله في هذا الدرس هذا هذا الفيديو هذا سنشرحوه الفرق بين هده هده الـ الاسئلة كاسميوا الاسئلة كاسميوا الـ Relative Pronouns يعني ربطوا ما بين جوجة الجمل وهو اللي سنشرح لكم في هذا الفيديو الآن إذن بسم الله على البركاته نبدأوا الفيديو دينا So Relative Pronouns شنو ما Relative Pronouns شنو كان قصدوم اللي كقوله Relative Pronouns Relative ما جامل relate ولا relate relate يعني ملي كدربط جوج ديال الجمل وطبيعة الحال Relative Pronouns are used to combine two sentences into one إذن هما يتم استعمالهم لجمع جملتين مع بعض جوجو ما كيكونون مع بعض They are شنو ماهد Relative Pronouns Which Who Whom Whose When And Where إذن هده هما Relative Pronouns كاسميوا كذلك WH questions Okay نبدأوا بهو Who Is normally used as a subject إذن دائما هو كالقواف أول جمع دائما It is used for people وكاستعمل للناس It is used for singular or plural إذن كستعملوا سنجلية والبلورية For example My cousin is from Boston He visits me every year Now ملي كنستعملوا هده Relative Pronouns كستعملوا بشن ربط جوجو جمع وبشن حييدو Repetition Now in the first sentence Where is the repetition فين هو التكرار اللي كان في 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 جو الجملة اللولية شي حاجة معودة بزاف معودة جل المرات My cousin معودة وهي تهي معودة Okay My cousin he إذن نلاحظوا لأنهم subject subject بشبهم subject subject My cousin he وكنتكلم عنها على الإنسان My cousin مونكوزة إذن غير الجملة My cousin who visits me every year is from Boston Okay My cousin who live in London are very nice Okay My friends who live in London are very nice Okay إذن هادو هما هذه هي هو اللي كتستعملوها مش كرطوهما بين جوج ديال الجمال وكررجعوهم بجملة واحدة شوفوا دبا which which is used for animals in general or things إذن on general هي كتستعمل للحيوانات أو للأشياء it is used for subjects and object إذن كتستعملوها للsubjects في أول جملة كتكون بعد مرة object بمثال his new house is absolutely enormous it has no running water where is the repetition here وفي الجملة التانية كذلك شوفوا الجملة الأولية so where is the repetition his new house فين معودة هذه it هذيك it في الجملة التانية كتعد على his new house إذن هنا باش نحايدو تكرارو نجمعو جملتين بجملة واحدة شنو غدي تجي هنا الجواب وستعملو which إذن غتجي his new house وغد جي which لأنه which سعملوها كتغون بلص his new house which is absolutely enormous has no running water أو لا ممكن قولوا his new house which has no running water is absolutely enormous لحسب كتب كذلك الجملة التانية I hired I hired a car the car broke down after five minutes إذن هنا لاحظوا I hired what a car is object ومعاودة the car معاودة as a subject هناك جي جملة I hired the car which broke down after five minutes الفرق ما بين الجملة الأولية والتانية في الجملة الأولية لدينا subject subject وفي الجملة التانية لدينا repetition جي جي جات object subject the car which I hired broke down after five minutes أو لا but the car which I hired broke down after five minutes all right now we're going to see whose it is used with the possessive إذن كستعملوا مع possessive okay it is used for people things and animals كستعملوا مع كل شي Mary is a good student her father is an engineer where is the repetition فهنو التكرار في الجملة هذه يلا حاولوا ما أمكن شوفوا فهنو التكرار Mary is a good student her father is an engineer عندنا Mary و her فهد her عندنا تكرار لأن her لم يكن تعود كان تعود إلى Mary إذن كان تعود إلى Mary's father okay her بمعنى هي Mary's okay Mary's father إذن هنا هنا غنتستعملوا whose مليتشوفوا possessive غنتستعملوا whose سواء لكتعدنا Mary's أو lahir إذن أغنجي الجملة Mary whose father is an engineer is a good student Mary التي ولدوها is an engineer is a good student okay whose دائما كتكون متبوعة بنا okay whose father John's father is American John never speaks English repetition so John whose father is American never speaks English okay John whose father is American never speaks English لاحظوا إذن علاش استمنناه لأننا عنا Apostle of S positive نحن نشوفوا whom لقليل فيلم بستعملها it is used for people it is used with objects it is used for plural and singular إذن كستعملوها خصصا object مثل she introduced me to Michael I hadn't seen Michael before إذن she introduced me to who Michael is a repetition I hadn't seen Michael is a repetition again بجول الجمل Michael جاء object object بجول الجمل إذن لدينا تكرار Michael وتكرار كذلك Michael هنا سنستعمل whom نحن نشوف كيف سنعمل في الجملة سنعمل إذن سنعمل جملة she introduced me to Michael whom I hadn't seen before إذن مقدرون نعمل who I hadn't seen before ولكن إلا جينا نتكلموا على English Literature اللغة الإجليزية لقصة جي whom ولكن who is acceptable The witnesses gave me conflicting evidence I interviewed the witnesses لاحظوا لأن the witnesses شهود جاء في الجملة الأولية as an object ولكن في الجملة الثانية جاء as an object في الحالة هذه سنعمل The witnesses whom I interviewed gave me conflicting evidence شهود اللي استجوبتم أعطوني حجاج اللي هي متطابقة متعارضة الآن نشوف when when is a time relative when عند علاقة بالtime express time or temporal location إذا كتكلم على إما time أو مكان ي عند علاقة بالtime for example the day is sunday the concert takes place on sunday okay the day is sunday the concert takes place on sunday takes place من معنى ينظم ولا يحدث the day when the concert takes place is sunday okay the day when the concert takes place is sunday جملة تارية the final countdown appeared in a year the year was 1980 so the year when the final countdown appeared was 1980 all right so next one where okay where is a location relative pronoun إذا نحيط time relative location we meant a place كتكلم المكان expresses a place or physical location the city was Paris the boys lived in Paris so do we have a repetition of course we have a repetition عنا تكرار فالجملة هذي فانيا الريبيتشن لعنا Paris and Paris جوج به so فالحالة هذي غنعمل the city where the boys lived in was Paris هناك نوع الخطأ لأن in خصت تكون مع live بمعنى الفاصلة خصت تكون مورا in okay the city where the boys lived in was فاصلة was Paris the street is Broadway the parade begins in Broadway the street where the parade begins is Broadway the parade was 7 okay the parade so the street where the parade begins is Broadway all right so كنت من لكلوا فهمتوا هذي دابعا ندوزو لتمرين وحتى فيهم التمرين اللي كتجي في البكالوريا now now join the two sentences I bought a new car it's very fast I bought a new car which is very fast so repetition a car it okay so I bought a new car which is very fast she lives in New York she likes living in New York so repetition here New York and New York she lives in New York which she likes okay تبو مزيان okay she lives in New York which she likes okay okay more examples I'm looking for a secretary who or whom can use a computer well choose the correct answer please اختاروا الجواب صحيح هنا I'm looking for a secretary who or whom can use a computer well شنو الجواب صحيح نفنا داديركم طبيعا الحل who هي الجواب صحيح she has a son who or whose is a doctor can use a job صحيح she has a son who is a doctor or she has a son whose is a doctor yes who تبو تبو who's دائما كيكون مراء الاسم we bought a house where or which is 200 years old okay we bought a house so الجواب صحيح which is كدعود لدى the house I sent a letter which or who arrived three weeks later I sent a letter which or who arrived three weeks later الجواب صحيح هو which letter it's an object which arrived two weeks later more practice تمالي أخرى make is brilliant her parents were born in madrid join the two sentences شنو أن تستعملوا هنا يا ونتابهم زيان عندكم repetition make وعندكم hair parents وشنو قلنا تسابهم زيان عندنا make and hair parents وهير كان عني لها positive إذن ستعمل whose إذن الجملة غالي تجي بهالطريقة هذه make whose parents were born in madrid is brilliant كان واحد خطأ born تمام غير واحد آغ مشي double r Katie was American she lit the olympic flame in tokyo again do we have a repetition yes Katie and she هدنا تكرار جمعوهم مع بعضهم بما نخص نستعملوا who لأنه ججبهم جو subject Katie who lit the olympic flame in tokyo was American let بمعنى أشعلت الشعلة الأولبية Paul is a doctor I respect Paul very much Paul here repetition and Paul Paul في الجملة اللي يجاء subject ولكن في الجملة الثانية it's an object إذا هن هندن 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 هندنستعمل whom إذا ننغحجل الجملة Paul Whom I respect very much Is a doctor Next example She slept in a hotel It was very comfortable So again Do we have a repetition here Hotel It It's an object It Which Which If we have a question She slept in a hotel Which was very comfortable Or which was comfortable Very expensive She slept in a hotel Which was very comfortable 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 More practice again No These are the questions That's what we have in the baccalaureate What is the baccalaureate I'll give you a question John 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 Is my younger brother When Went to do The shopping John John Very good Who All right Next sentence John Who is my younger brother Went to do the shopping His work He is very difficult Exhausted him John 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 Which Very good Next one Tom Mother Is French Speaks the language very well Attention قبل قل لكم واحد الكلمة قل لكم تابهوا يقول لعنا النoun Mother Tom Who's mother تابهوا مزيان يقول لعلكم Mother Son كلمات في حال هذه تابهوا مزيان Mr. Smith I was talking to Is a carpenter تابهوا مزيان عنا الجملة هنا I was talking to Okay It's a sentence Mr. Smith Whom I was talking to Is a carpenter Okay لاحظوا فرق ما بين Whom و Who Who is my younger هنا عنا جملة I was talking to Your problem I have both I have talked about a lot is a difficult one So your problem So your problem which I have talked about a lot about About a lot is a difficult one Which والجواب صحيح Alright شوفوش واش باقي غيجيونا شي تمارين أخرى أو لا ما باقي شغيجيونا للتمارين كنظن على أنه ما بقوش تمارين وكنظن وقلا على أن الفيديو يكمل شوف مرزل More practice again Okay This is the place we should build our house Again Which one is correct? This is the place we should build our house This is the place where we should build our house Very good Grocers is a shop You can buy fruit Grocers is a shop Again Where جابو مزين You can buy fruit Where The summer I graduated from university was long and hot Which one is correct? The summer When The summer when I graduated from university was long and hot Okay So now let's move to practice بما أننا مشرحنا الدرس وفهمنا هد relative pronouns تجربا Practice تمارين إذا زيادة على هات شي اللي عملنا في التمارين في اللي قبل غنشوفوا دابا تمارين ديال هادوك امتيحان البكاروية اللي شفنا هما هادو إذا هنحاولو نجاوب عليه إذا في النظر ديالكم حاولوا دوخف الفيديو ودعطيوني أجربة ديال هاد الاسئلة اللي عندكم فمتحال بكاروية شنو جواب لغنم الفلول هادوك هادوك مرحو بكاروية مرحو بكاروية ودعطيوني 18 جدا مرحو بكاروية برقود ووز الفيديو اللي الفليم ديال الفيديو الفيديو كات is the girl father has just been elected whose father whose father next one حول 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 some beautiful pictures which pictures which then which كات عدد ل pictures very good exercise I know a good restaurant we can try Mexican food اشتو الجواب هنا yes where we can try Mexican food that that تا هي relative pronouns لأنه ممكن نعمل ها في بلاسة مثلا في بلاسة هو who أولا في البلاسة ديال which this school which was built last year is now receiving hundreds of students نظار ديال كون الجواب yes who used to walk long way to attend this class إذن ممكن نعمل this school which was built أولا this school that was built ممكن نستعمل هنا data data كدران بلاسي كدران which this school that was built last year أولا this school which was built last year the woman husband died husband died زوج مات ديال من لاحظوا عنا possessive هنا إذن نعمل whose husband died in the accident claimed that the man who was driving the car the other car was drunk the teacher talked to the student phone rang in class phone attention phone it's not it's it's not a verb it's a noun إذن غادي whose phone okay whose phone في الو في التما one rank إذن نعمل positive this this is the video which was seen by million of viewers this week it shows the suffering of families whose children very good the internet is widely used in many aspects of life may have negative impact on teenagers yes which can do the internet edy murphy edy murphy edy murphy adam arrof was born wulida in new york is a famous comedian yes who was born moroccan ngos often help villages suffer from poverty villagers yes which suffer from poverty we don't know will receive the nobel prize in physics this year yes who will receive it is in the soos valley in morocco the argan trees grow yes the job is where the argan trees grow thank you very much can you can have the video for you can you can you can you you can 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 relative pronouns بحولي بزاف لأن الزلط داخله مع مواقية الحمد لله ما عندكم شيء اللي عن وق الله ما كان شيء مeling ساعة نشوف